فقرة الجمال اليوم رح نتكلم عن فوائد الزعتر البري للبشرة الزعتر البري يعتبر مفيد جدا للبشرة يعتبر مضاد للأكسدة وأيضا يخلصنا من الالتهابات ويضطي البشرة النظارة والحيوية اليوم رح نتكلم آن وميسم على وصفات مفيدة جدا للبشرة كل مكوناتها الرئيسية هو من الزعتر البري أول وصفة هي حمام البخار لكن بالزعتر البري دائما حمام البخار الساخن مفيد جدا قبل ما نسوي الفيشل أو قبل ما نحط الأقنع على وجهنا حتى نحضر وجهنا لأن الوجه يتشبع بفوائد الماسك ويأخذها كلها ويمتصها ويستفاد أكثر من الماسكات ولهذا حمام البخار اليوم اللي رح نسويه نفس حمام البخار اللي معتادين عليه نجيب مي ونغري لكن رح نضيف لعشاب زعتر البري تغليه المي تقريبا لمدة نص ساعة وبعدين نتركها إلى حد ما يهفت تخفز سخونة ماتبت ونجيب أكيد منشفها ونغطي وجهنا ونقرب وجهنا من الإناء ولكن ضروري أنه ننتبه ما يكون الماء ساخن يهفت شوية حتى لا نأدي وجهنا وبشرتنا أكيد بهتش حالة رح تنفتح المسامات ورح تكون مهيئة لاستقبال الماسك لكن الزعتر البري رح يضيف فائدة أخرى للحمام البخار هو أنه رح يطهر البشرة أكثر من المقروبات ونفس الوقت يقلل من الالتهابات أما الماسك اللي رح نطبقه بعد حمام البخار الساخن بالزعتر البري فهو ماسك جدا سهل مكوناتك الآتي ملعقة صغيرة من الأسل مع ملعقة من الزعتر البري نخلط المكونات مع بعض حتى يكون المزيج متماسك نطبقه أكيد على وجه نظيف نعوف الماسك من 5 إلى 10 دقائق وبعدين أكيد نشطفه بالمي الفاتر رح نشوف أنه بشرتنا تحسنت صار بيها نظارة أكثر حيوية أكثر ونقبضت المسامات بنفس الوقت رح يحبان الزعتر البري يعتبر أيضا مضاد الأكسدة لذلك اللي عنده حب شباب يقلل من ظهور حب الشباب باستخدام هذه الوصفة كل اللي نحتاجه كمية من الزعتر البري مع ملعقة من زيت البندق نخلطهم مع بعض ونغليهم بمي ساخن نبقيهم لمدة 20 دقيقة بعدين نشوفها صارة شوية الخليط دافي نجيب قطمة ناخذ من هذا الخليط ونخلي على الأماكن اللي بيها حب شباب أيضا نخليها لمدة 20 دقيقة بعدين نغسله بمي فاتر بالتكرار والاستمرارية رح نشوف تحسن البشرة وأكيد نتمنى دائما ننصيحها ننطيها لمتابعاتنا قبل أي وصفة ننطيكم إياها حاولوا تجربوها على إيدكم حتى لا يصير أي تحسس فعلا ما يصبح لازم نجرب هذا الشيء أكيد بكل الماسكات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر